اشتركوا في القناة وصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وحيد يستدعي لعب الويداد أشرف داري استدعى البوسني وحيد خليلوزيت مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أشرف داري لعب فريق الويداد الرياضية اليوم الأحد للاندمام إلى التجمع الإعدادية الذي تخضه النخبة الوطنية استعدادة للمباراة التي ستجمعها غدا بالمنتخب الليبيريا وتدخل المباراة التي ستجرى بالمركب رياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة 8 مساء تدخل ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الحادية عشر من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس أمم أفريقيا التي ستجرى أطوارها بالكود ديفوار عام 2023 نادي باير ميونيخ يوجه رسالة عاجلة لجامعة القجاع بسبب إبعاد مزراوي عن المنتخب المغربية استفسر نادي باير ميونيخ الألماني لكرة القدم الطاقم الطبيل للمنتخب الوطنية عن طبيعة الإصابة التي يعني منها منصين مزراوي المنتقل في مياه الماضي إلى النادي البافاري قادما من آيكس وكشف مصدر جامع مسؤول أنه في إطار العلاقات الجيدة التي تربط المنتخب الوطنية بجميع الأندية الأوروبية فقد تم إرسال تقرار مفصل عن إصابة المزراوي إلى نادي باير ميونيخ الألمانية وأوضح حدث المصدر أن نادي باير ميونيخ الألماني تجاوز أطار الإصابة التي كان يعني منها وأن عدم إشراكه في المباراة ضد جنوب إفريقيا الخميس الماضية هو إجراء احترازي لتفادي تفاقم إصابتها وتوقع دات المصدر أن يكون المزراوي حاضرا في مباراة غدا ضد ليبيريا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمامة وانتقل المزراوي إلى الفريق الألماني في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حرة بعد اللعب لسنوات لفريق آيكس علما أنه كان مطلوبا بفريق برشلون الإسبانية الجامعة تستعد لتعين عموتة مدربة للأصود بدلا من خلالوزاتش تتجه الجامعة المالكية المغربية لكورس القدم إلى وضع اتقاف الحسين عموتة مدربة لمنتخب الاطناء المحلية ليكون مدربة للمنتخب الأول خلف لوحيد خلالوزاتش المنتظر أن يقال من مهامها بعد مواجهة الأصود لمنتخب ليبيريا ووضحت مصادر جامعية أن الجامعة كانت تفاضل بين عموتة والدرقراغي المدرب الحالي للوداد إلا أنها تتجه إلى اختيار عموتة ليكون مدربة للمنتخب الأول خاصة أنه نجح في تتويج رفقة المحليين بلقب البطولة الإفريقية للعبين المحليين في نسختها الأخيرة بالكاميرون ويتوفر عموتة على تجربة كبيرة في التدريب إذ سبق له أن توجب العديد من الألقاب محليا وإفريقيا وفي الخليج أيضا ويعد أول إطار المغربي يتوج بلقب دور عصبة الأبطال عندما كان مدربا للوداد الرياضي وقررت الجامعة قالت وحيد من مهمة تدريب المنتخب الوطني بعد المستوى السيء للأصد في المواجهة أمام منتخب أمريكا علما أن المنتخب الوطني فاز في المباراة أمام جنوب إفريقيا بعدما كان متأخرا بهدف للسفر في الشوط الأول ونجح وحيد في تأهيل الأصد إلى نهائية كأس العالم غير أنه سيجد نفسه للمرة الثالثة مقالا من مهامه بعدما سبق له أنعش السيناريو نفسه رفقة منتخبية اليابان والكودفور إذ قادهما للتأهل إلى كأس العالم وأقيل قبل بداية المونديال باريسان جرمان ينشر تقريرا مميزا حول أشرف حكيمية خصص نادي باريسان جرمان تقريرا مميزا لتقييم حصيلة النجم الدولي المغربي أشرف حكيمية في موسمه الأول مع نادي العاصمة الفرنسية وقال باريس في تقراره أن أشرف حكيمية تمكن من الاستفادات من ثلاثة السابعة من التأقلم والتدريب قبل خوض مباراة الرسمية الأولى مع فرقه الجديد وبدأ ظهوره الجداب مع تسجيل أول أهدافه في الدورة الفرنسية كما أشار النادي الفرنسي إلى العلاقة القوية بين حكيمي وكليان بابيا من خلال صداقتهم في الملعب وخارجها بعدما قدم اللاعب المغربي ثلاثة مرات حاسمة للمهاجم الفرنسي هذا الموسم رسميا الكاف يمنح المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا يعلن المكتب التنفيذي لكرة القدم رسميا عن منح المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمقررة في نومبر 2023 وكشف موقع سبورتوان أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة وسيكون الإعلان الرسمي في يوليوز المقبل على هامش كأس إفريقيا للسيدات التي تصدفها الرباط والدار البيضاء في الفترة ما بين الثاني والثالث والعشر من يوليوز 2022 وسبق للمغرب أن احتضر نهائية كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة في 2011 والتي شهدت تتويج المنتخب القابوني على حساب نظره المغربية ويتأهل طرفا نهائي كأس إفريقي لأقل من 23 سنة إلى أولمبياد بيريس 2024 إلى جانب صاحب المركز الثالث فيما يخوض المحتل الصف الرابع مباراة فاصلة ضد ممثل أسيا لانتزاع البطاقة الرابعة للقارة الإفريقية بالأولمبياد راشيد التوسي مدرب فريق الرجاء الرياضي يؤكدها حقيته بتدريب الأندية الأوروبية كشف راشيد التوسي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدمة عما اعتبرها بأهمية الدورة التكوينية التي شارك بها رفقة بعض الأطر الوطنية للحصول على رخصة كاف برو وقال التوسي في تصريح خاص به القناة الثانية المشاركة في هذه الدورة مهم جدا لأنه سيرفع من قيمة المدرب الإفريقي وسيخول له كذلك التدريب في أوروبا وآسيا واحتضن المغرب منذ الأسبوع الماضي أول نسخة من دورة الكاف برو التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمدربين الأفارقة يشار إلى أن الدورة انتهت يوم الجمعة والتي شارك فيها مجموعة من المدربين على غرار طاوسي وليدر جراغي فتح جمل وبيتسو موسيماني محمود الخطيب نبارك للوداد المغربي الشقيق على تتويجه باللقب ونتمنى لهم التوفيق عند تمتيل إفريقيا في كأس العالم للأندية هنأ محمود الخطيب رئيس سناد الأهل المصر فريق الوداد الرياضية على تتويجه بنسخة 2022 من مسابقة الدورة أبطال إفريقية وقال الخطيب خلال المؤتمر السعفي الذي يعقده في هذه الأثناء بمقر الأهل بالجزيرة نبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على البطولة ونتمنى لهم التوفيق عند تمتيل القارات الإفريقية في كأس العالم للأندية وأضاف أي خسارة مهما كانت قصية بالتأكيد فيها دروس مستفدة وهذه هي الرياضة والأهل الناد كبير ونستفيد من محدد وتكون نظرتنا مستقبلية وتويج فريق الوداد الرياضي بلقى بدور أبطال إفريقية بعد فوز على الأهل المصرية في المباراة النهائية بهدفين دون رد من توقيع المهاجم زهير المترجي ترجمة نانسي قنقر